اشتركوا في القناة بحمد من الله وفضله ثم بتعاون المجتمع مع جهود فريق البحرين لاحظنا استمرار في انخفاض الحالات القائمة انخفاض في حالات الوفيات وانخفاض في الحالات الحرجة مع الحمد لله زيادة نسبة التعافي للمتعافيين بنسبة عالية جدا ولكن على قدر ما فرحنا واستبشرنا بهذه المؤشرات وجنيننا الثمار تعب تسع شهور جميعا قضيناها مع بعض بالتزامكم والتزامنا بالاجراءات الصحية والاحترازية علينا الاستمرار بالوعي الالتزام وعدم التراخي وكذلك التفاؤل الحذر حتى نستطيع الخروج من هذا التحدي ولا ان شاء الله نكون فاقدين ولا مفقودين باذنه تعالى وجدد الشكر لأبطالنا في الصفوف الامامية من الكوادر الوطنية والفرق المساندة لهم ونقول لهم جهودكم مقدرة ويعطيكم الف عافية وهي محل عرفان بين الجميع لا اخفى عليكم منذ بداية هذا التحدي ومملكة البحرين كان لديها استراتيجية واضحة وعقلية لتنفيذ هذه الاستراتيجية حسب مستجدات فيروس الكورونا محليا واقليميا والحمد لله رب العالمين البحرين تاخدوا خطوات مدروسة ومتقدمة في مختلف التعامل مع فيروس الكورونا وهذه اللي احنا لاحظناه في جميع المراحل اللي عشناها معاكم في خلال تسع شهور واخر المؤتمر تطرقنا الى جهود مملكة البحرين الوطنية المبذولة فعلا لتصدي لفيروس الكورونا واستخدامنا لكافة السبل والادوات الحديثة وخصوصا التقنيات التكنولوجية باستخدام الاجهزة الذكية استخدام الامثل اللي يعزز حماية المجتمع احنا لاحظنا الوعي والالتزام اللي يعني حطينا ثقلنا عليه منذ بداية الجائحة والتكاتف اللي كان مشهود بين جميع شرائع مجتمع البحرين والآن المرحلة القادمة هو التفاؤل الحذر المتزن هو النهج طبقناه في زمن التحديات في زمن الأوبئة بنجاح دعوة مننا تفاؤلوا سيأتي ان شاء الله يوم ما يفرج به قلوبنا بإذنه تعالى هو ليس علما بالقيبيات ولكن يقين بوجود رب رحيم وبوجود ومن ثم وجود فريق البحرين وعلى رأسهم سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء اللي حفظة وان شاء الله بنوصل إلى مرحلة نتخطاها جميعا بأقل الخسائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر